الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم اخترت اليوم موضوعا مهما وهو ما حقيقة الرجل الذي يسمى ابن تيمية هل هذا الرجل إمام من أهل السنة أم هو إمام المجسمة سألقي عليكم بعض ما قال بعض ما قال في كتبه ثم أنتم أحكموا على هذا الرجل بمقتضى حكم الشرع مع استعمال العقل والحجة والدليل والبرهان من الكتاب والسنة له كتاب سماه تلبيس الجهمية وهذا الكتاب أتباعه يثنون عليه يعقولون هذا من أهم كتب ابن تيمية تلبيس الجهمية في صحيفة أربعمائة وتسعة وثمانون يقول بالنص أقرأ حتى نكون دقيقين في العبارة يقول والأمم كلها عربها وعجمها يقولون إن الله في السماء ما تركت على فطرتها وفي الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم أنظروا إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن وأبوكم الذي في السماء هو يرزقهن ومثل هذا في الشواهد كثير إذن اخترت ثلاث مواضع في هذه الحلقة من كتاب تلبيس الجهمية لابن تيمية صحيفة أربعمائة وتسعة وثمانون يقول ابن تيمية فيها إن الأمم كلها العرب منها والعجم يقولون إن الله في السماء إذا تركت على الفطرة تقول الله في السماء بالعلو بالجهة بالمكان يقول وفي الإنجيل أن المسيح إذن هو ينسب إلى المسيح يقول وفي الإنجيل أن المسيح عيسى بن مريم يعني يقول للحواريين إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء نسب إلى عيسى عليه السلام أنه قال عن الله فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم ثم قال انظر إلى طير السماء ينسب إلى عيسى أنه قال انظر إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يعصدن وأبوكم يقول وأبوكم الذي في السماء هو يرزقهن هذا الكلام لا يخلو من إحدى أمرين إما أن تقول هذا في الإنجيل المحرف إذن لا يجوز الاحتجاج بالمحرف ولا يجوز الاحتجاج بما هو كفر في ديننا أن تقول عن الله أبونا كفر في الإسلام فلا يجوز الاحتجاج بالكفر وإن قال هو وأبن تيمي يعتقد أن التوراة والإنجيل هذه الكتب فيها ثلاث أقوال القول أنها محرفة كلها قول الثاني محرف بعضها القول الثالث قال وهو الصحيح أنه لم يحرف شيء من ألفاظها إذن هو يعتقد أن ألفاظ التوراة والإنجيل لم يحرف شيء منها وفيه يقول فلذلك يستشهد ويقول وفي الإنجيل قال عيسى أبوكم الذي في السماء فإن أباكم الذي في السماء من نسب إلى عيسى أنه قال عن الله فإن أباكم وأبوكم من قال أن عيسى يقول عن الله أبوكم الذي في السماء يكون نسب الكفر إلى نبي الله عيسى والله قال في القرآن الكريم أن عيسى قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا الذي قاله عيسى هذا الذي قال ربنا في القرآن فلا يجوز أن ننسب إلى عيسى أنه قال عن الله فإن أباكم أو يقول أبوكم الذي في السماء معاذ الله فنسبة هذا الكلام إلى عيسى خروج من ملة الإسلام هذا موضع في كتاب تلبيس الجهمية صحيفة أربعمائة وتسعة وثمانون هناك موضع آخر في كتاب تلبيس الجهمية صفحة 243 يحكي فيه عن الدارمي ابن تيمية يروي عن عثمان بن السعيد الدارمي المجسم يحكي عنه ولكن لا يحكي عنه معترضا يروي عنه مؤيدا وداعما ومعتقدا فيقول أن الدارمي قال وقد بلغنا أنهم أي حملة العرش حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم إذن هو يروي عن عثمان بن السعيد مؤيدا وداعما ومعتقدا أن حملت العرش لما حملوا العرش والله فوقه ضعفوا عن حمله ووقعوا على ركبهم جثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستقلوا به أي بحمله عز وجل فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة قال لولا ذلك لا ما يستطيع العرش أن يحمله ولا يستطيع حملة العرش أن يحملوه ولا السماوات ولا الأرض ولا من فيهن ثم قال ولو قد شاء لا استقر على بعوضه يقول ولو قد شاء لا استقر على بعوضه فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات والأرض هذا الكلام في كتاب تلبيس الجهمية صفحة 243 ابن تيمية يروي عن عثمان مسعيد دارم مؤيدا ومعتقدا أن الله له ثقل له وزن وأن الملائكة لما يحملوه أولا يقع على ركبهم فيلهمهم الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيخف عليهم ولولا ذلك لما حمله العرش ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولو قد شاء لا استقر على بعوضة فالبعوضة تطير به حيث يشاء أليس هذا كفر عظيم أليس هذا من التجسيم إذن هذا إمام المجسمة وليس إمام أهل السنة والجماعة المسألة الأخيرة التي اخترتها من بين مئات المسائل التي تخالف القرآن والسنة والإجماع من الإجماع الأمة صحيفة 127 من كتاب تلبيس الجهمية في صفحة 127 يقول وليس في مماثته للعرش إذن هو يعتقد أن الله يمس العرش يقول ليس في مماثته للعرش ونحوه محذور ما في مشكل إذا قلت الله يمس العرش ما في محذور كما في مماثته لكل مخلوق يمكن أن يمس ربنا قال كل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك هذا أهل الكتاب ما قالوه الذي يقول أنه ما في ضرر أن تعتقد أن الله يمس العرش اعتقاد المماثة واعتقاد الاتصال واعتقاد الانفصال قال النووي هذا الإمام الولي الصالح في كتابه روضة الطالبين أن من اعتقد الاتصال والانفصال أو اعتقد اللون كافر بالله العظيم أهل أئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي كما نقل القرافي على تكفير المجسم إذن حقيقة ابن تيمية أنه إمام المجسمة وليس إماما من أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم